تمام زي ما انتم عارفين الفائنة ايزام بيكون من ستين المتار من عشرين فيه كويز هنعمل اثنين كويز واحد قبل المتار في النص الاولاني واحد في النص التاني واقللكم قابليها وفي انيوتوبيك بالزبط وبرضه هكون على المقاس فيه بروشكت هيتعمل هنقوللكم كل محاضرة ايه المطلوب في البروجيكت حبة بحبة جزء جزء يعني هنعمله وفيه فايل موجود برضه على المس هتحط فيه تفاصيل المشروع هتحكمله اذا وتكتب فيه ايه او منكوناته ايه وهتسلمه اخذ الترن ده ببقى فيه جزء ديزاين وفيه جزء لاب والدرجة بتاعته كلها مع الكويز هتبقى من هشرين في المية من الدرجة من هشرين درجة الاول قبل ما ابدأ هل في اي حد عنده واي مشكلة انا دلوقتي مش هادر بس زمالكم واللي عايزين يقشوا انا مش هفتة لفتة كل شوية قادر اعمل accept لان هتبقى العملية ده غضيء وقت كتير كان اللي عايز يعمل request يعامله بادر شوية عن كده انا هاشر حالطول المحاضرة فيه اي مشكلة في التوزيع ده او اي حد عنده اي سؤال قبل ما بدأ المحاضرة بالنسبة للتكسبوك احنا عندنا كتاب الفضنبيندر الاتابيس سيستم للمصري ده 7 ايديشن ده اخر ايديشن هو منزله في 2016 والحقيقة اي اي ايديشن سوى عامله المصري او اي كتاب في الاتابيس سيستم في خصوصا الاجزاء الاولانية هنلايها almost the same يمكن هنا بس انا عشان بسترس باخد نفس النوتيشن عشان طبعا في زي ما هنشوف داتش في الديزاين ساعات الناس تستخدم نوتيشن مختلفة فانا بلتزم بهذه النوتيشن فإذا كنتم جبت المصري بأي اي ديشن موجودة قبل كده هتلاقي almost the same لانه دايما البيزيك او الحاجات الاساسية تقريبا بتبقى زسيم الحاجات المور ادفانس الممكن بتبتغير كل شوية كل فيرجين جديدة بيحط حاجات مور ادفانس والحاجات مور ادفانس دي احنا في كرس تاني اسمه ادفانس دادا بالسيستم بناخدها او بنتعامل معها لكن احنا الكرس بتاعنا الحقيقة اهم من وصف بتاعته او اهم حاجة بيهمينا نعرفها انك تفهم اساسيات دادا بالسيستم ازاي دادا تناليزز وي تكمبير ديفرنت دومينز عشان باستخدام تكنيكس مختلفة عشان تعملها ديزاين وزي ما هنشوف توقت هنعمل فريقتين مختلفين للديزاين اقدر افهم اللغة اللي احنا نتعامل معها الدادا بالسيستم احنا بسميها اسكيو ال انك انت هنعمل بروجيكت فبالتالي انت هبقى فيه team هتقسموا نفسكم مجموعة من مثلا اربع او خمسة ستودنت هتقدروا تشيروا مع بعض ازاي تنفذوا البروجيكت بتاعكم او تتعاملوا معاه واهم حاجة كمان احنا هنتعامل مع اللاب عشان تستخدم اللغة بتاعتنا الاسكيو ال في الديزاين بتاعنا هنتعلمها في المحاضرات وهنتعلمها في اللاب في الامثلة وازاي تحمل نوع معين او طول معينة من الاسكيو ال تتعامل معاها وبعين هتستخدمها ازاي في البروجيكت بتاعك في المنتج النهائي اللي انت هتقدمه بإذن الله فبالتالي اللي احنا هنعمله في الاول خاصة هنتكلم في الشرطة الاولاني كاندورتاكشن شيء طبيعي نشرح مجموعة من الديفينيشنز للديدا بيز والديدا بيز يوزر ومميزات هوا عيوبها كل التفاصيل دي السوفتوير بتاعي مهم جدا هو دا دا بيز منجم السيسم هاتيك فكرة مبساطة عنده وإيه عنه وإيه الاركتورس المختلفة أو مناسبة ليه قلنا فيه نوعي من أنواع الديزاين اول نوع عندي اللي هو دا دا موديلنج سوري اللي هو دا دا بيز دا دا موديلنج عندي نوعي من أنواع الديزاين الديزاين بسيطة الار موديل والإنهانس الار موديل وهنشوف ليه بنستخدمهم الديدا بيز اللي احنا هتعامل معها اسمها الريشنا الديدا موديل وهنتكلم في الموديل الريشنا الديدا موديل بالذات وإيه الانموعة المختلفة اللي كانت موجودة قبل كده أو بعد كده إزاي أحول الار والإنهانس الريشنا الديدا موديل دي الطريقة الأولى لديزاين بعد كده هشترح الاسكيويل هي اللغة اللي احنا نتعامل معها عشان أقدر أدفاين التابل دي أو أدفاين الديدا بيز بتاعتي وإيه الكويرز المختلفة اللي أقدر أتعامل معها الطريقة الثانية من الديزاين نستخدم حاجة نسميها فونشن ديبينسي ونورماليزيشن لو فيه وقت وأتمنى يكون فيه وقت نقدر نعمل على الأقل نمازج صغيرة للسلوشن زي عامل بتاعتي دي من ناحية والسيكوريتي والكويرنسي والريكافري دي حاجات كلها بنحتاجها طبعا لو فيه وقت أن نترم ده الحقيقة للأسف بدأ صغيرت شوية وفيه أجهزات كتير لكن أتمنى إن شاء الله نلحق نلدي الجزئية دي على الأقل بأبسط كونسبت أو خاصة بالموضيع دي فده الكنتنت بتاعنا اللي حين نعمل معها إن شاء الله أول ما حاضر هنتكلم عنها إحنا قلنا يعني إيه دابيز ومين اليوزر بتوع دابيز أي بيزنس موجود دلوقتي حاليا بيحتاج داد والدادة دي بتتخزن في طرق مختلفة وخصوصا لو تخزن بطريقة يعني إيه طريقة يعني مثلا في تابل أو بنوع من أنواع الدادة بيز الموجودة عندي لكن لو عندي دادة كبيرة أو لو دادة عندي قليلة أو معقولة وقدر عملها تحليل بسيط ممكن أول حتى في إكسيل شيت ودي كنا بنعملها في حاجات تانية كتير لكن لو دادة كترت والأناليس بنعتنا محتاج تحليل أكتر وبطلع ريتريفر لإنفورميشن بطريقة مختلفة لا يبقى أنا محتاج هنا الدادة بيز ومحتاج سوفتوير مخصوص اسمه Data Base Management System هنتكلم عنه هو بيتعمل معاه إزاي لأن السوفتوير ده أو Data Base Management System بساعدنا أن نخزن وأقدر أورجنيز وأكسز الدادة بتاعت دي وعملها أناليس بطرق مختلفة عشان أتعامل مع Data Base Management System محتاج لغة من اللغات لغة برمجة من اللغات البرمجة المشهورة جدا ومحترف بيها في كل السوفتوير وخصوصا الالكوميرشن السوفتوير اللي نتعامل معها الـ SQL أو Structured Query Language ودي بتتعامل مع كل أنواع اللغات المختلفة نتكلم معنا الرجلة ده ده موضل دي عبارة من Tables فبالتالي الـ SQL بتأكسز هذه التابل وتتعامل معها يبقى أنا بقدر أحمل بوستسنج بترسي التابل دي لهذه الكويري بطريقة efficiency بأن أنا أقدر أكسس لها أقدر أعملها Managing أقدر أعملها Modification Insert Update Delete Whatever الـ Functions مختلفة أنا أقدر أتعامل معها وأشتغل أحليا طب إيه أنواع المختلفة لـ DadaBase Applications اللي عندي حقيقة الموصر أو معظم الـ Applications اللي كنت منستخدمها اللي أنه Maricotech سال DadaBase ده مثلا ده ما نشوف بعض المسال شوية سيد DadaBase بتاعتكنتو كطلبة يديك بيانات الطالب اسمه عنوانه في أنه قسم بعض البيانات عنوانه شخصية القسم اللي هو فيه الكورسات اللي خادتها الدرجات اللي خادتها دي كلها أرقام وتكست characters أو نماريك أرقام سواء الدرجة مثلا اللي خادها من أي متحان أو بيانات خاصة مثلا بعمره برقم تليفون واتس إيفر نوع التكست أو النماريك الفورميش اللي احنا محتاجينها لكن بعد فترة بدأت Application تانية مور ريسينت Application عندي إن أنا عايز أشتخدم أحط فيديو حط إيميج حط حاجات مالتي ميديا لبقية تستخدم مالتي ميديا داتا بيس فيه جدا تبقى تحط معروفة جدا دلوقتي وبنتعامل معها إن أنا عايز عارف أماكن معينة وموقعها فين وزي أروح لها وزي أجلها فدي مسميها جعي The Data Warehouse دلوقتي الداتا بقى كثيرة جدا بالملايين فبالتالي عندي أنواع معينة من السيرفر لازم أتعامل معها عشان أشتغل به هذه الداتا وأتعامل معها فأتتحط في حاجة اسمها Warehouse محتاجة الداتا عندي تبقى Real Time وتبقى Active فبالتالي طرق التعامل معها بيكون مختلف لأن طبعا محتاجين response time يكون سريع جدا وبالتالي طرق التعامل معها مختلف تماما عن الطرق traditional العادية Application كتير أو نحتاجها جوة Application جديدة في التعامل بعدات بتاعتنا وإزاي بشتغل عليها وبالتالي بيقاليها تكنيكس مختلفة وتورس مختلفة هنتكلم عن بعض منها بإذن الله يبقى أنا دلوقتي مش عارفة ليه يتقفل لكن مش هنتقل صنع مش سوري يا شباب بس مش عارفة ليه الموز معلقة معي فشوها زيارة كده من نبقى البيزيك ديفنيشن الموجود عندي إن أنا عايزة أتعرف على يعني الديدابيز الديدابيز هي عبارة عن باستخدامها على سابورت سيرتين دومين يبقى أنا بعتبرها كأنها مغزوم من الداتا قد عملها و أكتر أهم حاجة هنا بيبقى شيرت يعني شيرت يعني أكتر من نيوز ممكن يستخدموها وديميزة كبيرة جدا في دابيز بتاعت يعني أنا بقول إن داتا بتاعت كلها في بول واحدة وتبقى شيرت لأكتر من يوزر يتعاملوا معا طبعا ده تعريف عام جدا لكن أنا بقول إن مهمة قوي قوي إن كل يوزر بيتعامل مع موزقية موينة أو أكوردنج بتاعت بتاعته أركودي بتاعته بقدر أتعامل مع نوعية معينة من الداتا عمال أقول داتا يعني إيه داتا داتا عندي مجموعة من الفاكتس اللي ممكن أستنتجها أو أسجلها في الدومين بتاعي يعني زي ما قلتلكم مثلا ساي عايزة عامل تاتا بيز للطلبة في الكلية يبقى الفاكتس أو الداتا اللي موجودة عندي الطالب عندي يبقى فيه داتا عندي عبار عن إيه اسمه عنوانه رقم تليفون عمره مثلا دخل برنامج معين أو قسم معين إيه بيانات الكسم ده سجل لكورسات معينة اسم الكورس خد فيه درجات من اللي بيدي الكورس ده بيانات اللي بتعامل مع الكورس دي كلها فاكتس محتاجها وتعامل معها الفاكتس دي ممكن تكون فيزيكال بشوفها بعناية وتعامل معها أو تكون مهنوية يعني محصوصة أنا بقولك بدي مادة والمادة لها درجات بعد معامل امتحان دي كلها تعتبر ذاتا بالنسبالي طب الكلام الجميل ده أو داتا اللي بتعامل معدي لأني لحاجة من اسمه mini word mini word معناها جزء من real word اللي احنا عايشين فيه زي ما قلتلك أنا مثلا اقولك انا عايز اعمل university عايز تعمل ايه university يعني university university فيه حاجات كتير قوي فيه student grades وتتعامل بيانات للطلبة والشهدات يبقى دي لها بيانات معاناة اتعامل معاها عايز اجيب record لكل اللي بيشغل في الكلية سوء كان دكاترة أو السلسة أو معديم أو الموظفين عايز اعمل data مثلا لمدرجات الموجودة في الكلية ساعتها دي ايه فيها كم كرسي أو مكان فيها data show لم يفيهاش whatever information يعني انا مقدرش اقول لورد معين او للعالم كله قدر عمل منفعش لازم احدد بالزبط انا عايز اعمل ايه وده بقى اللي انتم ان شاء الله منتكلم في المشروع هو ده اللي انا عايز انا احنا نقسم نفسنا مجمية مثلا مش عايز اقول عدد لان لو قلت اربعة واحد يقول احنا خمسة ممكن لو قلت خمسة واحد يقول احنا ستة ممكن عدد معقول تختار اودات عنه وقدر اعملها ديزاين للتدابيس بتاعتي طب انا بعمل ديزاين للتدابيس محتاج ايه محتاج السوفتوير وانا احطها كميوتر ازاي هديم ورق لا يبقى محتاج السوفتوير بحمل عندي على كمبيوتر عشان يتعامل معه يعني مثلا حاليا في الماكروسوفت انت عندك الاحس دي نوع سهلة موجودة في باكريش بتاعت التولز الموجودة عندي بتتحمل معك على طول او او تفتح السيسم زي مانت في اللاب ان شاء الله هنقولك ازاي تحمل وفي بورجين كتير او بطولز مختلفة تبقى فور فتتحمل عندك وتتعامل معه وتشتغل عليك طب ايه الددابيس كل دول مع بعض هي الديتا هي السوفتوير هي اليوزر اللي بتعامله معها والأبليكيشن اللي بتعامله معها او معنا صح انا بحب قوي الفيجور ذا لانه بيمثل كل الددابيس بتاعتي ده الددابيس السوفتوير يعني الواحد مسلا جاي يقول لي الددابيس هي الاكسس او 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 لا والله لا مش دددابيس ده 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 بتاع الددابيس فدي الددابيس مانش من السيسم اللي انت بنحمل على السيسم زي ما انت مثلا عايز تكتب دوكمنز فبتحمل الورد هستعمل اكسل شيت مثلا بتحمل الاسسل بروجرام عشان تحمل فيه اكسس انا برض نفسك عايز ابني الددابيس احمل السوفتوير اكسس ددابيس oracle whatsoever available عندي او ادر بجيبه هو ده السوفتوير بتاعي السوفتوير ده عبارة عن مجموعة من سوفتوير عشان اخد الdayta او اخد الqueries او what's ever needed من 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 اليوزر فانا عندي مجموعة من اليوزر بانواح مختلفة نتكلم عنها والبروجرامر اللي برمجوني باخد الابليكيشن دي برامج او مباشرة السوفتوير ده بيترجمها وبشوف هي محتاجة ايه بالزبط هو محتاج البياندي يخزنها مثلا عنده على الهارد ديسك او يستغرج داتا موجودة عنده على الهارد ديسك يبقى بالتالي يبقى في عندي السوفتوير كافي يعمل اكسسينج لهذه ستور داتا بعد كده يبقى عندي هارد ديسك نفسها فيها الdayta اللي موجودة عندي ملف للطلبة ببياناتها ملف للإصلاف ببياناتها ملف الكورساب ببياناتها وفي عندي ميزة جميلة قوي هنتكلم عنها بعد شوية حاجة من سامين ميتا داتا او اللي بتقول الdayta دي مواصفاتها ايه ونستخدمها ازاي هنتكلم عنها نشوف معها ازاي يبقى الdayta بيتعطي كل ده مع بعض الuser البرامج اللي بتعامل معه اللي هو الdayta based management system الhard disk نفسه اللي احط عليه الdayta بتاعتي كل دول مع بعض هيمسلمين الdayta based system اللي انا بتعامل معه او عايز اتعامل معه طب الdayta based management system ايه الفونشون المختلفة اللي فيه انا بقول انا عايزة يا جماعة لما جيت اعمل الابليكيشن بتاعت الطلبة قلت انا محتاجة ملف خاص بالطلبة يبقى انا لازم عندي في الdayta based management system لغة من اللغات هل هي sql او طريقة معينة اعمل definition للي هزي الdayta based هاقول ازاي ادفايل هذا الفايل وإيه الdayta اللي موجودة فيها هل هي character هل هي jigger هل فيش وقت كونسترين مثلا ان الطالب لازم ياخد ماركس معين او جريت معين عشان يخش مثلا قسم محاسبيات سعيد يعني اي الموجودة يبقى دي كلها موجودة عندي في definition طبع عملت definition تطلع لي عندي ايه database بس فاضية ابدأ بقى اعملها construct يعني ابنيها جوة hard disk ام اجيب الفايل اللي انا عملت لها definition ده اcreate it على hard disk او second storage عموما بيبقى فايلات فاضية ابدأ يعني ابدأ مثلا خلاص اول term هبدأ الطلبة يبدأ يسجله مثلا في اول ما اخذت الكلية هتسجل بياناتك عبر بياناتك الاساسية تتحط فيها فعند تبدأ تسجل الكورسات اللي انت هتسجل فيها الكورسات already كانت already متخزنة قبل كده بياناتها في اللايحة وكل التفاصيل دي بتعمل ممنوعة من ودليت لو في حاجة غلط او ابدأ لو انت بتصلح اي حاجة موجودة عندها طب بعد ما اعمل الابديتس او الموديفكيشن دي انا محتاجة اهم حاجة في data base انها اتريف information ما حدش قولي انا عايز تعد data base وحط فيها data واسقط اللي تعمل بها اي مالهاش اي فائدة يعني احنا مثلا مجينا رحنا بنعم data base لناس معين يعني انا املاك الدورة في اسكندرية فراجل ما كانش فاهم يحتاج بيز فبول اه انا محتاج ده كذا ومحتاج ده كذا يعني ايه عمال يبيني تفاصيل البيانات اللي هو عنده طب انت محتاج البيانات دي ليه مش مش محتاج بحاجة يعني مش محتاج منك من رئيسك الكبير او من الوزير او رئيس الهيئة اللي انت فيها اه ده في نص سنوي او سنوي بحط في ايه اراضي الموجودة عندي ومين اللي تم بيعها ومين لسه ما تم ش بيعها ومين اللي اتقجرت ومين ومين يبقى في تفاصيل report مهمة جدا تفاصيل report دي هي بالنسبة لي مهمة جدا لان هي بقدر منها اعرف البيانات المهمة اللي حطاها عندي في دانابيس بتاعتي يبقى انا لازم يبقى عندي query language اقدر بيها report المختلفة اللي محتاجين في هذا الدمين ممكن او قبل اتش بما ان ان موجودين في النات وكل الناس دلوقت عايز تشتغل على الويب يبقى انا كمبيوتر بس وتعامل معها في الشركة بتاعتي سيرفر وعى الكمبيوتر في قضة واحدة بنتعمل معها decentralized او لأ انا عندي سيرفر وفي مثلا زي عندنا في الكلية دلوقتي سيرفر عليه داتابيس وفي اكتر من يوزر موجودين في اماكن مختلفة ومن خلال النات والويب بيادروا اكسس داتا دي وبيتعاملوا معها ففي طرق ومختلف قدر تعمل مع داتابيس بتاعتي واشتغل عليه احنا عندنا قلنا اهم ما حكى في داتابيس او الميزة حلوة قوي انها تبقى شيرد اكتر من يوزر يشتغل فممكن اكتر من يوزر يشتغل على نفس الداتابيس وممكن على نفس الريكول يعني مثلا الريكول بتاعه دا دلوقتي في اتنين يوزر صلح والتاني صلح حاجة بالأولان يعملها يعني لغبطوا الداتا لازم الداتا تكون صح يعني الداتا صح يعني تبقى مع الtype والstructure والconistrain اللي بنتها من الأول خالص ولو فيه اكتر من يوزر شغالين يبقى انا فيه عندي طول معينة ودي اللي احنا قلنا عليها عايزين نبقى نعرف عشان how to protect the data يعني 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 to protect the data إنه ميخليش واحد يدخل يبقى وزلي ال data بتاعتي أو اتنين يخشوا كل واحد يعمل حاجة عكس التاني لا يبقى دي كلها قدر أتعامل معها من خلال طول معينة أو تكنيكس مختلفة بشتغل عليها واتعامل معينة security طبعا مهمة جدنا ما جيش واحد يدخل لغير درجات الطلب ما فوش واحد في البنك يجي ياخد يسرق فلوس عميل يبقى في authorized access أنا بدخل بالaccount والpassword بتاعي ولي access لحاجة معينة أنا مثلا بعمل update بس أو انا retrieve بس بالaccount والpassword بتاعتي otherwise لا لا ما حصلش تبقى available كده لكل حد يدخل ويشتغل على كيف ويعمل هو عايز لا طبعا ما ينفعش ممكن او الدات بتاعتي تبقى active يعني بس هنسي انت دلوقتي الدات بتاعتكم اكتف من او ما جيت خلته اول السنة او في اول الترب بدأت تستجيل مقررات وفي progress في الشغل بتاعنا لغير فيما نتيجة تظهر طب what about الناس اللي درسوا من 4-5 سنين وخلاص وتخرجوا الداتا بتاعتهم بتحمل ايه بقى منحطها ارشيفت او بتبقى في اماكن معينة ما هيش اكتف في الوقت الحال فدي مهمة جدا وزي اقدر اهاندل الموضوع ده ده شيء مهم جدا اللي انا قلته امسنا دي كان الداتا قليلة يعني الطلبة عندنا في كلها كام 1000 4000 4000 طلب المشكلة ده تعتبر ده بيسو غير في داتا بتبقى تصل للملايين طبعا لو عايزة اشوف داتا معينة هل طلعها الجدول كده لا مش عارف يطلع منها اي information لا يبقى في تكنيك مخصوص معمول to how to present this data وعملها visualization يعني اعمل analysis اطلع مثلا diagrams ممكن اوي two dimension او three dimension او n dimension عشان يعد categorize او يطلع لي analysis لداتا دي بطرق مختلفة كل ده بنسميه database او software او system maintenance ازاي بقدر احسن الdatabase بتاعتي دي ولان الdatabase مش بعملها النهار ده ورميها لا انا كل حين واخر بعملها سيانة وقدر ازبط فيها وحسن الفانوشنالتي اللي موجودة فيها في اي مشكلة يا شباب الغد دلوقتي في حد عنده اي اسئلة او استفسار هنقول مثال صغان زي ما قلت لكم موديل ده ما بنقول مثال لان هو قريب مننا كلنا بنشتغل عليه دلوقتي يعني انا جزء mini university مش كل حاجة لأ mini more ده عندي انا عايز اجيب university الخاصة بالضربة وضربة وضربات والكورسات هو ما بياخدوها فأني اقسام فأنا لما انا عملت analysis وده اللي انتوا ان شاء الله بتعملوه في البروجيك بتاعكم قلت بقى انا محتاجة اكيد حاجة تخص student وحاجة تخص الكورسات والسا كاشم بتاعت هذه الكورسات والدبارتنس اللي بتتعامل معها طبعا نقص بها اكتام يعني قسم حسابات كسمة صلاة من ايش دعوه بقسم شؤون الطلاب ولا قسم المحاسبات اقسام الادارية من ايش دعوه بها انا عايز الاقسام الاكاديميك اللي هي بالدرس او فيها كورسات مين الدكاترة او اللي بتعامل مع هذه المواد فدي المينيوم اللي احنا محتاجينه في المينيوورد اللي احنا متعامل مع قدر بقى اهم حاجة ودي هنشوفها بالتفصيل اللي نتكلم عنها العلاقات دي يعني بص انا مقدرش اقول انا عايز السيسم في العلاقات يعني العلاقات بي تيك كورس الكورس دي الكورس دي بي تيك كورس يبقى في علاقات باللقدة دي لو انا فكرت بداية معينة اكس مثلا ملقداش علاقة بأي حاجة من دول هي ملقداش لازمة وما كونش محتاجينها ولا نتعامل معها سي واحد ما سيقول المدرجات اللي فيها هل المدرجات هتأثر في العملية التعليمية هل هتأثر في درجات الطلبة هل هي محتاجينها في هذه الانظرمت او ميني وورد لا يعني ممكن مثلا الناس اللي جابتوا ادارة الانتحانات او بيجي بحط الجداول الدراسية ولك لا انا عايزة اعرف المدرجات وساعتها عشان ما أسمي الطلبة عليها اعرف المدرج ده بيسي 100 طالب لكن المدرج ده بيسي 500 فقدر أوزع الطلبة عليه في المحاضات المختلفة لكن هل أنا عايزة كده دلوقتي لا أنا عايزة الميني وورد بتاعي أنا عايزة اجيب الطلبة ودرجاتهم وبياخدوا شهادات او نجحوا او منجحوش في هذه المواد يبقى هما دول المينيوم ريكوارمت اللي احنا محتاجين لهم ولازم ما اجيبهم شوما بس لأجيب العلاقات اللي بينه السيكشن ده طبعا أني كورس اليسودين ده بياخد أني سيكشن هل الكورس ذا ليه بريكوست من الانستركشور بيتيتش هذا السيكشن هل الكورس ده طبعا أني دبارتمنت هل اليسودين ده already في هذا الديبارتمنت طبعا انتم بتاخدوا مواد من قسم حاسبات وانتم من قسم حاسبات فده تعتبر انتم ميجر من قسم حاسبات لكن هذا اللي يعني اللي بتاخدوا كورسات تانية بتاخدوا من الصلاة بتاخدوا من باور بتاخدوا من الرياضة فده بقى انت ميجر في قسم حاسبات لكن في بعض الكورسات اللي بقى تابع دي بارتمنت مختلف ده شيء طبيعي ومتوقع ده الكلام الجميل ده هنشرحه بالتفصيل قوي 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 في المحاضرة بتاعة AR Modeling اللي هي أول نوع من أنواع الديزاين ودي الكور بتاع البروشيك بتاعكم يعني البروشيك بتاعكم زي ما اتفقنا هنقسموا نفسكم وتختاروا الدومين وميأكلوا من بقى للداتا أو أناليز للداتا هترسم أو تستمد لأور موديل اللي هو ده ده موديل عشان تعمل الديزام بتاع ده ده بيز بتاعتك أنا بعد ما عملت وطلعت مجموعة التابل دي هنشوف الكلام ده جو هيجي إزاي تلاحي أن أنا في الآخر محتاجة الكورس بالبعنات دي اسم الكورس والكوب بتاعه وكم كريدت أورز وطبعا أن يقص وأدي في الوقت الحالي الدخلتهم دول ده أربع أربع ريكوردز يعني عندي أربع مقررات ودي بياناتهم للمقررات دي في مجموعة من الساكاشن سيكشن نمبر وكورس نمبر يعني هذا السيكشن نقب 85 تابع الكورس بتاعه ماس 2014 وده بيدرس في الفول سيمستر وفي سنة رابعة والإنستجاب بتاعه الـ Available دلوقتي أو لو دخلها دلوقتي ممكن أول يطلع فايل اسمه جريد ريبورد يعني الطالب الفلاني هنا مثلا رقمه اللي في السيكشن الفلاني كان خد درجة بي هو نفسه بس في سيكشن تاني خد درجة سي عبارة السيكشن ده تبع أني مادة يعني لو سيكشن 112 يبقى تبع تبع الماس خد بي بينما 119 كان تبع الـ 1112 فين دي هاي Introduction to Twitter Science مثلا يبقى دي ممكن فايل تاني هل الكورسات دي لها الـ Request آه والله الكورس ده ده الـ Request بتاعه يبقى كله كورس ليه Request لو فيه كورس مالوش Request يبقى الـ Request بتاعه هنسيبه فاضي ده بس مثال سامبل كده لشكل الـ Data اللي أنا ممكن أتعامل معها واشتغل عليه هنجيب كلام ده كله زي هنقوله بالتفصيل إن شاء الله زي أي حاجة بنت عامل معها لازم أقولك مميزاتها إيه أو الكردسة بتاعتها إيه أهم حاجة عندي في Data Base أو ميزة جميلة جدا جدا بنسميها Self Describing Nature يعني بقى في عندي حاجة بنسميها كده Log أو سميها Meta Data أو Dictionary Whatsoever الاسم اللي أنت أعتمد فيه هيقولك بيانات عنك يعني مثلا ساي أنا أول ما كريت الـ Table دي وحضرت فيها الـ Data يبقى هو عنده في الـ Dictionary اسمها Course فيها أربع Attribute اسمهم كذا وكذا 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 وشوف ده Data Tab بتاعه ايه Character مثلا وده Character وده Indieger وده Character يقولك إن فيه File داني اسمه Section مجموعة مش عارفة من خمس Attributes اسمهم كذا وكذا وكذا وبيناتكم الواحد فيه هنقول بقى بقينات تانية مهمة حاجة بنسميها Primary Key و Fourier and so on دي هنقولك التفصيل يعني معناها هنا هنا بيقولك إيه Added Relations اللي موجودة عنده أسميها إيه وعدد الكولوم الكولوم بقى لأيه Attributes يعني سعب بنسميها كولوم سعب بنسميها Attribute إيه أسميها وإيه ده Type بتاعتها وإيه طبع Any Relations فيه بينات بقى تانية كتيرة لـ Primary Key و Fourier and Key وكذا وهنحتاجهم جدا 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 ميزة بقى الكادالوك ده زي ما قلت لك إنه مهم جدا للراجل بتاعة Design يعني أنا كـ Design بعمله ده بيحأكد لي الـ Data بتاعت دي هتبقى valid ولا لأ يعني مثلا لو أنا قلت لك هنا إن الـ Name هو مثلا سي الـ Class هو عبارة عن Integer وإنت غلطت في الـ Data لشيء أنت أخذ له character المفيد السلس بيتشك في الكادالوك ده لإيه هو Integer يديك إر ده عشان يخلي يدمن الـ Data بتاعته valid لو ما كانش كده هممكن تحط أي دات لا يبقى أنت على حسب مثلا نعمل أنواع validations نوع تاني كتير هنتكلم عنها فكل حاجة من دول أي حاجة أنت بتدخلها في الفايل دي لازم يتشك الـ Data Structure بتاعتها أو هي valid أو لا أو بعد كده هنشوف هي primary key ولا full key يبقى أنا مهمة أو self-describing nature أو data base نعليه catalog أو metadata أو dictionary هي بتوصف لي الـ Data base اللي أنت بتتعامل معها علشان تحقق لي الـ Validation بتاعتك وكمان علشان بقيت الناس يشتغلوا يعني أنا كـ Design عملت ديزاين الـ Table بتاعت واتملت في الـ Dictionary يجي رجل الـ Programmer هيشتغل يبقى محتاج بعض الـ Information يشوف الـ Cadillac يشوف الموجود فيه ويتعامل معاه ازاي أنا مثلا مشيت كـ Designer وسبت الشركة وواحد تاني جاه عايز يكمل علي هيكمل ازاي هيبص الـ Dictionary آه والله بص ده فيه Table كذا وفيها الأدبات دي يبقى دي situations كانت موجودة قبل كبه فدي ميزة ميزات داتا في السيسم ميزة تانية مهمة جدا ومفيدة جدا جدا insulation between programs and data يعني ايه؟ يعني مبقاش فيه الـ Programmer لا يعتمد اعتماد كل على الـ Data ولا الـ Data بتعتمد اعتماد كل على الـ Programmer يعني ممكن غير الـ Programmer مع الـ Data سابتة وغير الـ Data مع الـ Programmer سابتة دي حاجة مهم جدا يعني احنا اول ما بدأوا في الـ Data كان فيه مشروع كان فيه لسا سي شغال وكان طالع الفايل سيسم اللي بيحطي فيه الـ Data وبتعامل معه فانا قلت للطلبة اشتغلوا في الـ Data قالوا لا ده فايل سيسم احسن في السي وسريع ده ده السيسم بنعمل كونكتو بياخد وقت مش عارف ايه يا شباب بيهديكو رديكو لا هو هنشتغل بدأوا يعملوا ديزيل بتاعهم وحطوا الـ Data قالوا هنعمل فايلد اكس وفايلد وال ومش عارف ايه ودادة استرافش وي 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 وبدأ يشتغل شوية جول بلنامج Data بعد شوية يا خبر ده احنا نسينا فايلد مهم جدا كان لازم نضيفه ونعمله جم يدفوه الفايل اتهد وابنى من جديد والـ Data اللي فيها اتناسح فبضطروا يدخلوا Data من جديد حبة بحبة لغاية اخر المشروع لقوا ان العملية بقيت لوت جامدة عليهم بدرجة لهم كانوا اول مرة دخلوا 1000 في الملف على اخر المشروع دوبا ادخلوا 15 بالعافية ليه لان لو بيغير الـ Structure بتاعت الفايل اللي هو البرنامج اللي عايزه ومحتاجه الـ Data بتاعته لازم بتتغيره أو بتتأثر لكن في الـ Data جيس لأ عادي جدا انا غيرت الـ Structure يبقى الـ Data بتاعتي مجرد أقاد فيه لدي جديد ولا فيه مشكلة الـ Data القديمة موجودة زي ما هي مفيش عندي مشكلة أغير الـ Data هده مثلا انا كنت حاجز أربعة كاركتور هايزة أخليهم تمانية ولا في عندي أي مشكلة كلام ده كله انشاء الله برضو هنشرحه بالتفصيل ببعض الأمثلة عشان نتعامل معه ونشوف الـ Data Program Data Independence في غاية الأمية ومهم جدا جدا كFeatures مهمة أو ميزة مهمة جدا في الـ Data Base Data Abstraction اللي هي أننا الـ Data Module اللي بتعمل ميه بيهايد الـ User from Storage Details يعني أنا مقلت لكم مش حاجة أغيرها المثال بتاع الـ University قلت لك فيه أنا عمل فايل اسمه Student فايل اسمه Instructor فايل اسمه Course أنصقهم هلأ قلت لك الفايل تاع Student متخزن زي في Hardisk 3 Format ولا فيه Hashing Technique ولا مش عارفة إيه انتو خدوا Data Structure أو يمكن هتاخدوها مع نفس الكرزة مش فاكرة Schedule بتاخله شكله إيه بس Data Structure بنفسها أو Details how these files allocated على Hardisk أنا مليش دعوه بيها كData Base أنا كUser أو Programmer حتى في Data Base أنا مليش دعوه أنا عندي SQL بتقول create table اسمه Student خلاص هو بقى يكريد تزيع على Hardisk مش مشكلة تانا Details بتاعت Physical Instruction بتبقى hide from the user from the programmer وأنا كفيني قوي أني أعرف أجيبه Data Model بتاعي يعني يقول أنا عندي file اسم Student مهمة قوي عندي file اسم كورس مهمة قوي إن student ده بياخد الكورس بيتيك الكورس ده وإن teacher بيتيتش الكورس ده وفي الآخر فيه درجات according to the exam أنسقه لكن Data المهمة ورغيش بينهم هو ده المهمة عندي في Data Model لكن how this file to be construct أو موجودة عن storage بتاعي The details لا 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 دي مش تعالي مش هدخل فيها ولا التفاصيل بتاعي هتلاقوها طبعا في طاب الكتب أو معظم الكتب اللي موجودة لا بيشرح لك بقى في شابتر كده كأنه بالضبط جزء من computer organization أي أنواع مختلفة من ذات structure بتتخزن زي على hard disk وبيبقى hierarchical أو 3 أو مش عارف فيه ومش عارف إيش عارف التفاصيل أنا بجزء إيه ده أو شابت ده أنا مش دعو به ده خاص بمجموط organization خاص بأي حاجة تانية لكن أنا كdada base أو dada base designer أو user بتتعامل مع dada base ما ليش دعو به هذه التفاصيل ودي ميزة جميلة جدا support multiple view of the data كي يعني نزيل بقيت لك القسم اللي انت فيه أو برنامج اللي انت فيه أنا كstuff بفتح dada base ده ليه عشان شوف كم طالب كم طالب نسجل معايا وبعد شوية بتديرهم quiz بعد شوية بتديرهم mid turn الدرجات اللي موجودة عندي الراجل control بيفتح dada base ليه عشان شوف كل طالب الموضي اللي خدها وكل مادة خد الدرجات اللي كل اليوزر دول عايزين يتعاملوا معا وده اللي احنا حدناها في أول definition إن dada base هي عبارة عن integrate لكل الفايل storage لكل اللي داتا اللي موجودة عندي المهمة المحتاجها في الدومين بتاعي وكل واحد يشوف الجزئي اللي تهمه بس أو اللي خصه أو اللي اتعامل معه اي sharing of data and mark the user transaction زي مؤتلك ممكن قوي إن نفس data يعني أنا ممكن أفتح دلوقتي الbeda base بتاعة student وأنا بفتح الفايل بتاع senior one وبشوف الطابة اللي موجودين فيه وبتعامل معه في نفس مثلا دكتور الصحر بتفتح نفس الفايل تديكم المادة بتاع object system بعد شوية وتفتح الفايل وبتتعامل معاه ممكن أول كنا فتحت فدي بيبقى نوع من أنواع الprotection بالنسبالي بإننا زي بعمل تكنيك خاص بالconcracy control how to guarantee إن كل transaction بتتنفذ صح أو تتلغي كلها لما تتنفذ كلها صح أو تتلغي كلمة transaction دي يقصد به query وأنا ممكن ال query مش بعمل function واحدة أنا ممكن نعمل query أكتر من حاجة في نفس الوقت فمسلا أربع خمس خطوات لازم يتنفذوا فإن يتنفذوا كلهم بنجاح لما لو أي واحدة منهم فشلت ألغي ودي ليه عشان أضمن إن ال data بتاعتي تكون valid وبتعامل معها صح برضو recovery شيء طبيعي نفترض ال system failure ودخل data وفجأة نرل قطع هل ال data اللي أنا دخلتها راحت مني لا software بتاعت بيجارانتي إن ال data اللي أنا دخلتها already اتخزنت permanently في جوة ال hard disk بتاعي وإنت بعد لما ترجع لما تركافر من الفيرر اللي حصل دول تقدر تكمل عادي مش ترجع من الأول خاص وتدخل هذه البيانات وتتعامل معها online transaction طبعا إحنا دفعنا قلنا إن أنا عندي application كتير قوي ودلوقتي تشغل على الويب وكلها دلوقتي تشغل online وإحنا كلها بنشتغل online على ده ده بيستعتي يبقى نهازم بsupport online وحاجات كتيرة في الونلاين طبعا بتحتاج إنها تتفز بسرعة جد يعني ممكن قوي أنا سيب مثلا عايزة أسافر فممكن قوي أكل مثلا سيبت طيارة مطار في طيارة أنا أسافر من الدين كذا من كذا في مكان فاضي في طيارة عشان أحجز تذكرة فما كانش يقول لي بالزبط دلوقتي في مكان أحجز تذكرة ولا لأ ولما مجرد ما حجزت تذكرة وبقت valid يعني على طول الداتا بتاعتي الداتا بيس بتاع السيستم بتاعي يكون أبديت علشان الكباسي بتاعت الطيارة اتعرف إن في مقاط خلاص تم حجزه فميجي حد تاني هيسأل يبقى قريدي الداتا عندي valid وصحيحة وتشتغل وتقول لها بسرعة جدا جدا يعني كذا من يون ترانس اكشن بتتم في نفس الوقت وليونت في طايم قليل جدا يا شباب حد عنده أي سئلة بس عشان ايه هو ممكن معلش واسعة طبعا في أول محاضرة أو في المحاضرة بيبقى مش 100% مصابرين كل حاجة بس ما انتوا شايفين يا مرة الغد الوقت كلها معلمات عامة ودرداش بس فيه التفاصيل لكن انتوا ان شاء الله لما تخلص المحاضرة أو اليوم هتقدر تقرر المحاضرة تلاقيها سعيلة جدا ومسيطة ومتستهونوش ان دي نظري النظري زي أي حاجة بيتسأل فيه برضو يعني اذا كنت بهمك بس الامتحان لا كل النظر ده بيتسأل فيه في الكويزيز في طوفولس امسي كيو حاجات كتير قوي في الأسئلة النظري في الأجزاء دي كلها بتتعامل معها والأهم من ده كله بقى أهم الامتحان انك تفهم الكونسبت نفسه تتفهم البيزيب كونسبت ده مهم جدا جدا انت باش مهانس وتتخرج بعد كام شعري بقى انت المفروض تعرف البيزيب كونسبت والده بيزيب دي مهمة جدا يعني طورس مهمة جدا كشغلك كإنجينير في كل حاجة مش انت كاستوف طور إنجينير بس انت 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 اللي اشتغلت في الهاردوير هتلاقي فيه ده بيز نتوك هتلاقي فيه ده بيز في أي تخصص أو مجال هتلاقي فيه ده بيز فبالتالي انت دي حاجة فتشورس مهمة انك تفهم الكنسبت عشان تقدر تكمل وتتعامل معنا طب احنا مش شوية صغيرة قلنا ان ده ده بيز سيسم بقى فيه مجموعة من البرجرامة لليوزر ايه ده وحنا عندينا يوزر اه عندينا يوزر كتير اليوزر عندي ممكن نقسمهم حاجتين حاجة بنسميهم اكترس انزاسين واكتب اكترس بوركور بهالدسين اكتر انزاسين يعني اللي هما على طول دارد بيكونترول الديتابيز يعني مثلا انت كيوزر كطالب بتتعامل مع الديتابيز انك انت مثلا ستاف برضو بتتعامل مع الديتابيز بتنسيرت داتا بتريتريف داتا يبقى كل الحاجات انت بتتعامل مع الابليكيشن المختلفة في الديتابيز بيسميها اكتر انزاسين اكتر بهاينزاسين اللي هو راجل الديفيلبر والديزاين انا بعمل ديزاين للديتابيز بتطلع بتفتح الوقت في الديتابيز بتحقق او سيستب بتاعك وبتلاقي ان فيه كورسات طالعال بتسيلكت منهم طب مين اللي عمل الكلام ده كله الناس اللي هي worker behind the scene الراجل اللي عمل ديزاين الديتابيز والبروجرامر اللي برمجوا الكلام ده كله واستخدموا الطول حتى الناس اللي عملوا الطول دي تعتبر يعتبروا worker behind the scene الوانت هتبقوا انتوا يعني انتوا كمهندسين انت هتكونوا worker behind the scene وفي نفس الوقت تعتبروا actors لانه انتوا ممكن تكون منكم حد ديزاين او بروجرامر بديفيربل سوفتوير او انتوا من الناس اللي هتإنفنت او تأبديت التوليس المستخدمة وفي نفس الوقت ممكن تكونوا user عاديين للدادابيز بتinsert دادا فيها بتريتريف داتا وبتتعامل معه طيب الاكتر بقى المزيسين مثلا دادابيز احنا قلنا الدادابيز بنزدالنا مهمة جدا ومش اي حد يقدر تخي يتعامل فيها يعني مثلا سي انا عندي لو احنا هنشتغل lab قبل كده كان فيه lab كان فيه سيرفر عندنا وفيه مجموعة من الأجهزة متوصلة به بنحط على lab كان محطوط فيه على السيرفر Oracle وكنتوا بتعملوا function معين او نفس الخطوات بتاعت اللاب بتعودوا على الأجهزة دي بتconnect بتعود السيرفر وبتقدروا بتعاملوا معهم مين بقى المعيد هو كان administrator هو اللي بيكريك لكل واحد فيكم account وباسورد بيتأكد النتورت مشغالة مظبوط ان السيرفر متحمل عليه السوفتوير ان الأجهزة كلها متوصلة وشغالة وتقدر تconnect بسهولة يبقى بتكنترول بيأكد ان السوفتوير كله موجود والهاردوير كله موجود ويعرف الـ يعرف بالدادابيز لازم يكون في واحد administrator بنفس كله فيروح تأي شركة من الشركات هتلاقى بتوع الـ IT مثلا هو المسؤول لو عندك هتستغل مع الـ هو بيحمل الـ اي ان كان دول بتاعتها على السيرفر الموجودة المختلفة على الأجهزة بتاعتك اللي انت هتشتغل هي زبط لك الـ في كل حاجة يتعمل فدول الناس الـ 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 زي ما قلت لك البروشيك بتاعك انت هتبقى designer هتختار domain وهت design الـ database بتاعتها فانت تقول الـ content الـ data المهمة الـ structure بتاعتها الـ function المهمة اللي انا عملها ككوية او لـ database بتاعتي فدو يبقى designer بالنسبة للمهم ما قوي لانك لو انت عملت design مظبوط وعملت حساب للا حد بعد شوية end user اللي هو بيستخدم database دي من غير ما هي في تفاصيلها يقدر يفهم اللي انت عمله ويتحقق له اللي هو عايزه من database بتاعك هما دولة end user end user معناها ايه انا يا جماعة يعني انت الوقت في الوقت الحالي في ناس عملوا تزال database وعملوا البرغامج بتشتغل database بتاعت الـ وحملها لكم على الوب application المختلف وقال الوقت انت في وقت تسجيل المقرارات يلا انت كend user انت تفتح السيسم ودي بتاعت تشتغل عليه وتعمل accessing عليه انت في الوقت الحالي ما تعرفش هو عمل الديزان ده ازاي ولا عمل البرغامج ده ازاي لكن ان شاء الله بعمل خلص الكورس هتكون عرفت ازاي تعمل design هتكون already عمل الديزان هتكون من خلال ال lab والSQL اللي هو في المشروع برضو هتعرف ازاي تتتتتت ازاي تتتت ازاي تتت ازاي انت تعرفها دلوقت لك انت في الوقت الحالي انت end user واحد عادي جدا بيفتح الديز بتعمل معه فيه انواع من end user فيه انواع اكتر الكشوال يعني ايه فين وفيد بي بتكون محتاج يعني زي مثلا مين سي مثلا رئيس الكس فين وفين مثلا عايز يشوف بعد ما تطلع النتيجة يشوف نتيجة المتحام بصورة عامة كورس دادا بيز كان فيه دخل 200 طالب نكح فيهم كذا بتأتي لات كذا مش عارف مادة ايه بقى دي بي ايه كجول يعني كل حين مؤخرا لما هو مش مش عايز تفاصيل يعني مثلا قولنا في كورس دادا بيز 20 واحد جابه ايه مثلا هو مش عايز تفاصيل مين الجاب ايه وجاب ازاي وجاب لا لا هو عايز احصائيات عامة فمعظم الحاجات العامة دي زي مثلا مديرين رؤس اقسام العميد وكلة مثلا يبقى نيس او براماتيك لا دول دول كثير او من بتوع اليوزر يعني مثلا انت ما تروح بنك وروح المصف القاعد الراجل ده فاتح الكمبيوتر عنده شاشة معينة بيتعامل معها دي كلها اصلا معمولة من برغرامة المددى بيز محدود فيها بيانات الموضعين وتفاصيل الفلوس اللي فيها وعمل واخد فلوس وحط فلوس وعنده شهادات ولا لا وهي صديرة جدا هو ملوش دعوة هو عنده شاشة تجيله مثلا ال-ID او بتاعتك او الكارت بتاع فيه رقم الاكاونت بتاعك فيه بيتخل ويطلع له بعض البيانات قدامك على حسب الشاشة الموجودة انت عايز اصحب مثلا 1000 جنيه مسموح الادارة صحب وخاصة وستس معين قدامه بيتعامل معه وبيشتغل عليه لا والله اللي انت عايزه مش ممكن تحقق الفرنش بتاعته او ممكن نعملك مش عارف بس يبقى الفرنش دي موجودة عنده كان موجودة وجهزة والشاشة تشبي الشاشة اللي هو كان بتعامل معها قبل كده وبيشتغل عليها نفس حكاية موظف نسأ انت ما بتروح الضبط يديك بياناته اسمك او الكوب بتاعك بياناتك او الله انت ما تفعتش مثلا نصريف كذا او انت سجلت مادة كذا وكذا يبقى مثلا مفوض تعمل كذا بس لكن هو مش عارف ان الشاشة دي او كله وراها شغل كبير بين التابعيز ودزاين وديفربر صفاستيكيت اللي هو بقى او نتوور او انت مش مسؤول لك تبني التابعيز لك انت بتستخدمها فانت بتجدي صدامة اه انا فاهم يعني انا محنس انا خدت الكورس ده وفاهم اتنا بيزا اتعاملت ازاي بس انا مش مور زمان اعمالها مش انا اعملها ديزاين انا بس بستخدمها فكل الناس دي هما هما فاهمين والباكتش والطول بس مش هما الديزاين فبالتالي هما بيستخدموها باستصدام ناس مستوى اعلى شوية في التفكير اللي هو بيقولك بيحتاجوا فونشن معينة او اكتر مش مجرد زي الناس بتوع الكامد دول ان هو مثلا موظف شئون طلاب بتجيله شاشة مشابهة بالظبط لحاجات اللي كان بيعملها الاول على ورق وبيعمل نفزها فيها وما عافش اي تفاصيل اكتر من كده لانت بقى عندك فونشن اكتر شوية ومجموعة بتعمل اناليزز اكتر وفونشن مور ادفانز عن اي حد تاني stand alone دي stand alone بمعنى انت لو بعد ما تروح دول الدكتور قدت لنا فيه اكسس وما نفتح كده عندي فيها شوية كدب كده فخفت اربة خمس صفوف فخفت ان احشير كتاب اهما كان مهم اول ان اجيب الكتاب مبوع فقلت احمل ده بيس كده صغير فعملت الاكسس قلت مثلا book فالbook احط book id مثلا book name وشوية بتخفاصيل وبيانات وعملت هو بساعة يديك help بكده يقول لك انا book فبعط لك يقول ايه رأيك تسمي ده كذا يعني stand alone بس في شوية intelligence system بي help you how to design فده كتير قوي من اللغات موجودة في اكسس في oracle في نفس اوالات كتير اقبع برضو في بارامج تبقى بارامج دي حسن يعني مثلا الراجل في سعيد ضلالية لما تروح فتح الكمبيوتر تك 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 اه وروح شوف اللي في صف الرابع اللي مش عارفة اللي بروكنا اليمين هتلاقي ايه الدواء الدواء هنروح يجيبهولك ليه عنده صورة كاملة يكتب بس اسم الدواء يدينه كل البيانات عنها هي متوفرة ولا لأ وموجودة في اي مكان بالزبط في السيدالية واسعارها كام مثلا او كام نسخة مين او اي انفروميشن تانية موجودة عندي بتوع الدرائب نفس حكاية فيه برامج خاصة العيادات تكتب كتير اول تبقى يستخدم ه في العيادات برامج جاهزة للمرضى بتوع فهو بيسجل اول مرة بتروح له بعض البيانات بتدي له شاشة جاهزة وبعض البيانات والأعراض والأمراض وهو يحط بعد كده الأدوية لده فما تجيله مرة تانية يطلع له كل البيانات وبتعامل معه فدي كلها أمثلة كتيرة اللي ناس بتبقى خاصة لفونشن معينة بتشتغل بطريقة معينة طب الورك هم الناس اللي بنوه لك السوفتوير انا بقول مين عمل اكسس دي أوركل مين اللي عمل أوركل دي كان فيها عشرة وأكتر أوركل حصل فيه أبجيت أوركل مش عارفة مين الناس اللي شغالين في أوركل المهندسين اللي زي يكون انشاء الله تخرجوا ويشتغلوا في أوركل وهما اللي عملوا ديزاين وعملوا امبلمينتيشن لهذه التول أو هذا السوفتوير وأي تول تانية موجودة عندك بتتعامل معك فيه ساعات في الاسكويل اللي ما أنت هتشتغل عليه وتتعامل معها بعد شوية هتلاقي أنه ممكن قوي ساعتك يعمل لك الكويل نفسها في كل جهز أنت عايز تعمل كذا يدي هلك الكويل على طول الاسكويل انت بس تشيك عليه وتتأكد انها صحة أو تزود حاجات أو تغير حاجات فيدي كلها برامج بناس متخصصة مهندسين أكيد وتخصص في المجال ده وبدأ يقدر يعمل لك المجال ويتعامل معك فيه برضو مثلا ده زي قلت لك الكويل لأدوات ممكن تكتب رتريف ستودينت وتاك جريت اي فروم كورس دا بي ساي ما فأنت بتكتب هلو بالإنش كده هو بيترجم ويحاولها الاسي كيويل والاسي كيويل يتطلع لك الانفروميش اللي انت عايزها في الديدابيس فبنتجي كلها تورس بتساعد اليوزر لجود انترفيس أو زي تتعامل مع السوفتوير من اللي ما تعرف الاسي كيويل أنا مش عايز أكتب اسي كيويل أنا هكتب بالإنجلش العادي أو بأي لغة من اللغات العادية بتاعتي وهو يطلع لي بتريف الانفروميش اللي عندي بتعمل وكل حاجة بقى خاصة بيه اللي هي كنترول والكونكورنسي والريكافري والسكوريتي دي كلها بتهامدل بيها بالوركر بهاين زي سي التول الوفيرب اللي أنا قلت عليها دلوقتي الأوبريتور اللي بيعملك منتنسل السيسم بتاعك يصلح الهاردوير يصلح السوفتوير يصلح النوتور دي كلها كل الناس دول بهاين زي سي تمامي شباب طبعا مش عايزاكم تزهقوا ان فيه نظر كتير بس زي ما قلتلكم النظر ده حاجات بسيطة وما فيش فيها اي مشكلة بس احنا لازم نقول انا مش مش عادة هدخل على طول وعملكوا ديزاين او كويري او برامج لا لازم خطوة بخطوة نفهم الكونسيبت قبل ما ن ايه نبدأ نبرمج او نعمل الديزاين بتاع من الكلام الجميل اللي احنا قلنا دا كله بقى فيه مميزات جميلة جدا بنحتاجها في الداتا بيز مميزات اول حاوة بتконترول الريدانسي بتقلل الريدانسي في الداتا بيز الموجودة عندي الحقيقة دي اشوفتها بعنا يعني انتوا دلوقتي في مجال جميل جدا يعني انتوا دلوقتي بتروحوا كلكم كل شيء طلاب كلهم قاعدين على اجهزة كمبيوتر كان كل السيستم او كل فتاعة برعا ملفات ورق فتلاقي مثلا عشان يجيب لك الملف بتاعك طبعا كارثة كبرى يجيب هناك من الدولاب او فوق الدولاب او تحت الدولاب والملف كبير جدا ومليان مجموعة كبيرة من الورق وعشان بس يجيب لك البيانات اللي انت عايزها ممكن ياخد مجود كبير اوي بس عشان يدور في الورق والورق دا فيه بيانات كتير او متقررة متألف مرة بس عشان يجيب البيانات النهائية يعني مثلا ممكن او يطالب يكون او ما دخلت كله كان ليه عنوان معين او رقم تلفون معين بعد فترة اعز لمكان تاني فكاب ورق وتقابلت وتحطت في الملف فكون المصفة فيه يجيب اخر او ديتس للحاجة اللي انت عملت دي كانت تبقى كارثة كبرى ممكن او فيه مشكلة بما فبعط لك جواب على عنوان قديل يقول لك انا بعتتلك ما حاجة ما فيش مسائط لك اي يوم ما بعتلكش على عنوان عندك ليه لان عنده الستورج عنده نظام ورقي وريداندنس واحدون لا لا ما هتعمل كمبيوتر ما هتحط فايل سيس اوكي بس فيه برضو ريداندنس عمل فايل كذا وفايل كذا ممكن قوي فايل يتقرر للمعنوات بتاعته في اكتر من مكان عمل او ديتس في حتة وما عملش او ديتس في الحاجات اللي بتاني ما فيش نظام ورقي ونظام فايل بس في ريدانس احنا بقى لقى ليه ليه احنا لقى السيداتها كلها موجودة في مكان واحد فول واحدة وشيرت لما بقولك الستودينت هيغير عنوانه مش عندي فايل واحد للستودينت ومكان واحد بس للعنوان هيغيره بالإعلان الجديد انت عن موضوع الطالب اتنقل من قص من قص ما فيش غير مكان واحد هيروحه بالبرنامج او اليوزر المفهود يعمل كده الموظف معين ويغير يبقى فيه مكان واحد بيأبديد فيه الانفورمياشن والكل يعرف يشوف الأبديد ده بغيبق فيه اني مشكلة فانا كده عملت كنترول جامد جدا للستوري الارتانسي سواء كانت عملية ورقية او كانت حتى على فايل سيستم عادي لكن ده بالداتابيز بقى جميل جدا وصلت طبعا قلنا شيرينج وفيه اكتر من يوزر بيشتغلوا واكتر من يوزر ممكن يشتغلوا في نفس الوقت على نفس الفايل دي كلها كانت تبقى كارثة لو بنظام عادي ما هوش بنظام الداتابيز بريستريكت الانفوريز اكسيس لدات زي ما قلت لك لازم انا اي بحد يتعامل مع الداتابيز ليه اقانت الباسورد واثوريز انا مسموح لي اعمل ايه بالزبط ودي ان شاء الله في الجزء بتاع داتا بروتكشن وبينا سهل ونفضع هيديك بنديك هزي المعلومة بالسكويل يقول لك هودا مسموح لها تدخل على الفان بتاع السيودينت انها تعمل اضبط الانفوريز بس والله لو حصل فيه اضبط الانفوريز هايجيبه مين هايجيبه هودا هي الاسراج الوحيدة التي تعمل كده لو اي غلطة حصلت تبقى هاي المسؤولة يبقى احنا قدرنا نعمل اكسيس للداتا او نعم بروتكشن او سيكوريتي للداتا الموجودة عندي نفس الحكاية ان انا الداتا بتاعتي تبقى اضمن انها موجودة على السدورج بتاعتي في حالة صحيحة state valid من غير بيحصل فيه اي تغيير او تعامل معها وطبع حيني بيقول في الورجنة الدادابيز بيسمح بهذا لكن ممكن في القد وحتى في رشن الدادابيز بيسمح بهذا بيسمح بهذا عشان يجيب كويلي بروسيس من طريقة افضل باستخدام وحاجات زي دي بس دي بعد دي هنعرف عنا تفاصيل اكتر شوية في الادفانس تدابيز اكتر من للوقت نحن نتكلم عنها ورده بس بسيط ان شاء الله بيعمل باستخدام مهمة جدا انا لازم انتوا مثلا في البنوك البنوك مثلا بيقولك في الساعة اثنين انت ممنوع تدخل بعد الساعة اثنين لكن الموظفين جوه شغالين ليه بقى مغربة بيخلصوا كل الشغل بتاعهم بيبقى فيه فانكشن اللازم يعملوها انه بيبقى انه بيبقى ان كل وكل الفانكشن الشغل اللي عمله طول اليوم تتشال اكسترنال هاردسك على تيب سوات زي ايف على سيرفر تاني اي نوع من انواع كل اليوم والتاني بيحطوا حاجات تانية حديثة بس المهمة في نسخة من الداتا اللي موجودة عندي بتتشال كبقى في حتة تانية ليه السيسم حصل له فينا ودي بقى بتحصل كتير اولا ترحبان كل الله والله ما في الشغل ان هذا ليه اصل السيسم واع السيسم واع يبقى فيه مشكلة السيرفر حصل له مشكلة انه قطع مدة طويلة حاجات كتيرة بتحصل فبيصلحوها وبعض ما يصلحوها اه في باك اوب يجيبوا الباك اوب ويرجعوها تياني السيرفر فكل بياناتك ما ضاعتش ولا حاجة بقت موجودة عندي فدي بن نعمل باك اوب ريكافري دي حاجة مهمة او ضرورية جدا مع اي تدريس وخصوصا بقى لما بيكون عندنا الاف من الريكورد اللي بتتعامل معنا وبتشتغل عليهم وفي تيك الاو في المنضوع ده كنا في باني سويف وكنا بنعيون برضه امناك الدولة وكان موظفين نشنة جد بصراحة بيكوننا في رمضان وكانوا يوجد بعض الفطار نشتغلوا وكانوا زمنوا ضمير حياة مش معهم دخلوا مش عارفة ايوميها مية اراضي مختلفة مش عارفة كم الف مش عارفة ملايين يعني ريكورد دخلوا بياناتها بيانات الارض وبيانات المستأجرين او الملاك وي 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 وعملوا بشكر جميل جدا جدا فتر من الفترات هوب لحب تصلوا بالتليفون الحقونا حصل مشكلة ايه في ايه واحد من زميلهم جاب لهم ديسك ده ايوميها ما كان فيه فلوبي ديسك الصغار مش عارفة لعبة ولا ايه ففرجوا معليه وحطها على الجهاز تلعف فيها ايه لفايروس هوب راح تدرب مين ايه ده بيس كلها تبني يا جماعة ما فيش مشكلة الحمد لله مش احنا قلنا لكم في خطوات بتعملوا اخر النهار بتاع كل يوم الباكب الحاجات اللي كان موجودة في التيب وعملتوا باكب هنرجعها تاني ايه ده هي المهمة قولة درجاتي اه ليه بس احنا مكناش منعملها من كنت مكانوا متحمسين مش عايزين تهيها اي وقت فكان كل كله ادخال بينات ادخال بينات وتصبحهم مش عارف ايه من خلال من الباكب موضوع بسيط جدا جدا احنا خلص زبطنا الجنية وشلنا الفيروس زبطنا الدنيا والاجهزة كلها بقت نديفة زي الفل هتقالوا كل كلام انت عملو ده من اول وقتين نحن سبع بغاد كبيرة جدا وخصوصا انهم مخدروا مكافئات على لهم غيرتهم فمفتالي كل التخالي تاني بعادة ما بقوش يخضع عليهم مكافئات فدي مشكلة كبيرة بتحصل كتير قوي انا بحتاج مالبو الانترفيس و الديفرينت ايو ايو تيبوا حلوة ميزة قوي انا بقام انترفيس خاص باليوزر كل يوزر انترفيس خاص بالستودين غير انترفيس خاص بالستوف غير انترفيس خاص بالمواصدف انتخاص بالراب بتاع حسابات كل واحد انترفيس اللي بيخص الشغل بتاعه والفونشن بتاعته ومستوى التعليمي بتاعه اللي هو بتعامل مع مع السيستم بتاعي انا عندي لو فينا علاقة دي مهمة الداتابيس بتاعت بس مش على حسب عدمها مختلفة وما في فيرجن تانية موجودة كتيرا في الداتابيس بتحقق معظم الكمبليكس بس دي طبعا طول بيزة مهمة جدا في الداتابيس بتاعتي انفورس انتيجرتي كونسترين احنا قلنا دي كان ايه معناها ان دات عندي صح فالد يعني مثلا ساي انا طالب معين دخل في قسم حاسبات فحطيت الكوب بتاع قسم حاسبات امشورني في قسم اسمه حاسبات وقلت يموجود عندي وتعمل معه مجيش واحد يقول ان فلاندي هو دا مثلا حط في قسم تاني مثلا اسمه اكس اكس واكس اكس دا مش موجود ما فيش عندي قسم اسمه اكس اكس لو السيسم بتاعي مش مزبوط والكونسترين اللي احنا نتكلم عنها مش مزبوطة كانها هيبالها ولاقب بيطلع بربورد انه هو دا موجودة في القسم اكس اكس اللي هو ما عندنيش في كلية خالص القسم دا لكن لان السيسم فيه انتجرتي كونسترين وهنتكلم عنها ان شاء الله بنجي نعمل هنلاقي لا نو وي بيجي عمل حاجة يقول له error انا ما عنديش كسم اسمك زي السيدي داخل دا تغلق فكوني لنا زبط السيسم بقى valid دي في غاية انهم عندي بيينفورستاندرز زي مثلا احنا لاتش عندنا الكورس بتاعنا اسمه ايه CSE 3-3-3 يعني معنى ايه CSE دا الكل بتاع القسم 3-3-3 مغمول ان 3 الاولانية للليفل بتاع 3-3-3-3 اللي يسير للنبر بس عن قسمة صلاة CSE يعني فيه ستاندرز معين وزي ما بنقول دي داتا بيس في العالم كله في بيبرز بتنزل سنوية بتقولك الستاندر بتاع كوب بتاع السنة دي ان السنة دي بعد الناس مشغل في داتا بيس دي كلها استقروا كلهم ان تستخدم الكود ده لمعنى كذا والكود ده بمعنى كذا دي بتبقى ستاندر لكل الناس اللي مشغل في داتا بيس في العالم كله لنحن لاتي كلنا انت ما بتشتغلش على داتا بيس اللي موجودة عندك على الكمبيوتر في البيت ولا حتى في مصر نفسها انت بتأكسس لاتي كل السيرفر اللي موجودة عندك في العالم كله فما كنتش تبقى عارف الستاندر بتاع الحاجات كنت تبقى ستاندر على مستوى العالم كله يبقى انت ما استفدتش حاجة مشاهدين في حاجة في البيبرز في الريبورتات في ال ديسكريفشن والداتا في الويب بيجيز كلها لازم تبقى انفورس ستاندر لكل العالم بتعامل معها طبعا في الاخر ده كل دو بيحسن لي الديفلوبر طايم الراجل اللي بيشتغل الديفلوبر في الديفلوبر أكيد بيقض وقت أقلي بكتير لما بيجي بيشتغل من غير الديفلوبر طبعا في حاجات تانية ان فليكسابول إذا ما هتشوف مثال إن شاء الله بعد شوية أنا ممكن داتا ستراكشر أغيرها من فورمات لفورمات بسهولة من غير مغارب بقية مدغمة أصغر بقية الداتا ولمسح بقية الداتا ان الداتا تبقى في كل وقت أونلاين يعني أنا اللقتي انصبت لو فتحت الداتا بيس هقول أنا عندي كم طالب نسجل في المادة بالضبط بعد ساعة هيديني برضو بالضبط كم طالب تسجل في المادة أنصقهم فبقى بالتالي أنا وخصوصاً اقولتلك لو أنا حاجة كريتكال أو زي أونلاين عايزة أحجز حاجة في طيارة أو قوتيل أو في أي مكان المكان يبقى اللقتي بيحصل بسرعة جداً وانسبت في نفس اللحظة اللقتي بيكون صح يبقى أنا كل كلام نحنا عملنا ده في والحاجات كلها تبقى غلط كل البيانات الحلوة دي كلها والأدوانز دي كلها بيحصل لي أو صاد في أن أنا بستخدم التدبيس استخدام صح فبالتالي أي وست محرمش فيه أي وست فيه الريسورس الموجودة عندي بالنسبة للكمبيوتر والداتا والهارد ديسك والتايم دي كلها الريسورس الموجودة عندي الكمبيوتر بس غلال كويس جداً لو أنا اشتغلت بالتدبيس التدبيس طبعاً مرد بمراحل كتير قوي أول ما بدقوا بدقوا في حاجة اسمها هيراريكل هيراريكل عاملة زي تري في بيران لها شيلدرن ولازم كل واحد بقى لي بيران واحد وليش كذا شيلدرن كل شيلدرن لي بيران واحد أنصوان تري أنتوا عارفين طبعاً بتتعامل معها وبتشتغلوا عليها فعندي روت واحد وكله بينزل منه الشيلدرن بتوها النتورك لأ أنا ممكن بقى فيه ملت دايلكشن يعني أنا ممكن قوي شيلدرن بيروحي بقى لي أكثر من بيران والبيران ده لي شيلدرن داني يعني نتورك عشي كذا هم بسميها نتوردرن والنتوردرن دي هي كانت النتوردرن اللي شغلتها في المصر بس كانت شغالة ساعتها وبتعامل معها الحقيقة دول كلهم كانوا بدأوا في الستينات بس على فكرة بدأوا في الستينات بره فعبار ما قلنا في مصر كان وقت متأخر شوية فكان كل الكلام ده كان كل الناس شغالة بهذه الموضل وبتعاملوا معها قاعدوا في الكلام كان مدة طويلة شوية لأنه كانت أسهل بكتير شوية من النتورك النتورك كان صعبة جدا وتتعاون معها مش مزبوط فيه واحد بقى ساينز رياضة كان عمل ساتس وين الساتس فبالتالي عمل بيبر حلوة جدا سنة أسرة مئة وسبعين إزاي الهوب طول IPM ان إزاي يعمل تاتا بيز على هيئة تيبل وبدأوا فين كريات تاتا بيز من السيسم سنة ثمانية ومن ساعتها لغاية النهاردة هي اللي بقت اكتوب وبقت هي شغال سببا فيه بقت حاجات كتيرة تانية هنتكلم عنها بعدين بس هي بقت أسهل حاجة لأنها بقت سهلة وقريبة من اليوزر عادي يعني تلاتي أنا مثلا قلت لك طلعوا لي لو كنتوا قدامكم يعني طلعوا لي كاشف بتقول لي فيه أسميك مع شخص أخذ رياب فأبسل شيء واحدة يطلع ورقة ويكتب هاسم جدول كود الطالب اسم الطالب أضع في الإيمان فكل واحدة تكتب الكود والاسم الكود والاسم بتيبل هادي ريشن دادا مثلا طبس السورة لي فكانت قريبة جدا من اليوزر العادي والتعامل معه والتفاصيل بقى زي ما هنتكلم إن شاء الله في ريشن دادا موضل مبيزاتها ويوب هدئة جميلة جدا وبالتالي هي نجحت فعلا لغا دي وقت وشتعلت عليها جي في بقت من الأوقات عمل C++ وC شارب وJava بس هي مشكلتها أو عبها إنها إلى حد ما ريستريكت شوية وفيها مشاكل شوية ويسوا لها feature وميزات بس برضو ممكنش سهل لأو في عمل زي ريشن دادا موضل ودي ممكن هيتبقى تشوفها إن شاء الله لو الناس اللي خادروا الكورس بتاع زيان سادا بيز فعملوا عشان يقلل بقى الوبرهيد أو المشاكل اللي كتير في الـ object oriented دماجوها مع ريشن دادا موضل فعملوا version جديدة اسمها object oriented دادا بيز موضل أول ما عملوا الكلام ده بتوع أوريكل أوريكل كشغالين عادي ريشن دادا موضل وبعين جات الـ object oriented عملوا extend ريشن بنا بتصابرت حاجات في الـ object فبقت ايه object ريشن دادا بيز من موضل سيستم وندحت جدا وبقت كتير قوي من السوفتوير التعاملوا معاها واشتغلوا أحليا برطول أن الناس محتاجة للنت وشغالها على النت ونتتعامل معها وشكل الـ database العادية اللي هم بتعامل معها دلوقتي الحاد ما بقتش الـ database في التعامل مع النت والفايل بتاع النت والدكمس الكتير اللي عايز تتنقل من مكان لمكان بتعامل سيستم تاني نوع من الواقع الـ database برضو اسم XML أو Extendable Relational System اللي XML بتتنبورت حاجات كتيرة قوي وبرضو ممكن تتعرفها بالتفاصيل في الفيتش هجبنا دي عشان استخدام الويب واستخدام الـ e-commerce applications فكان مستخدم القول HTML اللي هو هم تتنبورت اتقاول الـ database فعمل XML schema اسمها Extended Markup Language برضو بعض JavaScript و PHP موجود في الـ MySQL الـ database بتاعتكم اللي موجودة على الـ System بتاعنا هي MySQL مع الـ PHP اللي هي كبروغرامر فدي بتبقى سهل قول انك تعمل creation لـ dynamic web page وتتعامل معها بصورة أفضل التعامل أفضل فبالتالي الـ function زيادة اللي احنا زودناها في الـ database ونتعامل معها لأنه محتاجين scientific application مش مجارة data numeric و text بس محتاجين xml عشان net محتاجين image و video و audio دي كلها اتعمل لها developer للـ database data warehouse اترك لأن في data بقت كبيرة قوي بالملايين فمحتاجين data warehouse و data mining عشان تقترب تجيب information بصورة معقولة زي classification و protection وأنواع كثيرة من data mining system دي كلها حاجات بقت extend الـ application المختلفة لمنتعامل معنا طب تجميل قوي ده معنا كده يا جماعة إن مفيش data base دي زي الفول مفيش زيها والله يعني كل حاجة في الدنيا فيها ميزات وعيوب في بعض العيوب طبعا إن الكوست بتاعها عالي هو طبعا الكوست عالي software نفسه لو أنت هتشتريه بلايسنز يعني مثلا SQL server ده كان الناس بتاعها غالية جدا كانت شركة المية كانت مرة بعد تلينا قالت لنا إحنا عايزين نجدد بتاعتها إن هم شغالين كلهم في SQL server الشركة كانت طبعا من مبل كبير قوي قضلين ساعت أسرقين ألف إني حاجة زي كده فكانيقول هنحل إيه إحنا عايزين نحلها بطريقة تانية بس المشكلة إن الدولة كانت متفق مع مايكروسوفت بنا لازم تشغل SQL server في كل الابليكيشن بتاعت الشركات بتاعتنا فبالتالي كانت مشكلة كبيرة قوي وطبعا اللايسون دي بقى مهمة جدا وده درش إنت كشركة أو مكان رسمي إنك تجيب software من غير ببقى فيه اللايسون وتدفع تمن اللايسون ده بس دلوقتي الحمد لله بقت العملية أسرل شوية بقى فيه كتير قوي من التورس بقت free موجودة على النت وزي ان شاء الله في اللاب بتاعكم هتنزلوا هل هو MySQL ده free وفيه تورس كتير قوي بتصبرت MySQL ممكن تحميلها برضو free وتتعامل معها ما فيش فيها أي مشكلة طب إمتى صفته هل مش نسري لو أن دابيس بتاعتي سيمبل وما حصلتش فيها تغيير كتير أنا قلت المثال إن أنا قلت عمل المكتاب عندي عملت دابيس فعلا ومدت كم كتاب اللي كانوا موجودين عندي وخلاص طب كم كتاب بجيبه في السنة كتاب اثنين حاجات بسيطة قوي وبالتالي المكتبة مهش كبيرة قوي زي مثلا مكتباتها العامة أو أي مكتبة تانية كبيرة فبالتالي دابيس بقى شنائية هي very simple والأبدات فيها قليل جدا جدا فبقت العملية مش وورسينج إن أنا أعمل دابيس وتعامل معه لو دابيس فيها real time requirement صحيح للوقت الحمد لله في بعض الطول بتاعت دابيس بتصبورت real time requirement بس كان في بعض الصوفبير الكوميرشال العادي مش بتصبورت أول لو أنا دابيس بتاعتي مش محتاجة مات باليوزر زي مكتبة عندي في البيت وأنا بس نستخدمها حميها مش مستهلة إن أعمل دابيس وكده مدام فيش حد كتير بيشتغل فيها وتعامل معه إمتى برضو ما تبقاش مفيدة قوي لو داتا عندي الكومبليكست بتاعتها عالية جدا مش هو صغيرة بأقولكم إنها بتصبورت الكومبليكس داتا بس عاد بعض أنواع الكومبليكس داتا بتكون عالية جدا بدرجة صعب شوية نحن نعملها في دابيس صحيح في حاجات تانية زي XML والأوبشت قليل دابيس حسنوا الموضوع ده وبقوا يهاندل الكومبليكس بس كالسوفتوير عادي أو ريشتر دادا مضم كان صعب شوية متعامل معنا عرفة المحب المحب سمانو معلق معي قوي هنا كده شقطر مبدئي كإندروداكشن لمعلومات عامة كاتفينيشن لبعض الترمز والمميزات والعيوب بتاعة الداتا بيس بتاعي فأي مش كده يا شباب أنا عايف أنا عايف أنحنا أول محاضرة ومفروض أن أول محاضرة ما نديش حاجات كتير بس أنا حدي برضو حتة صغيرة كده من الشابتة اللي الجاي علشان بس لما يبقى تاخدوا الأقصامة الأولانية على قل تعرفوا تجاوبوا البوعد فيه ولشان أنا عايزة أدخل بعد كده أبدأ أدخل في الديزاين لأن أنا هميني أدخل في الديزاين المهمة قوي ولكن لكم عشان تبدأ تفكروا في المشروع وتتعاملوا معنا فأنا أقول لكم جزء بس بسيط كده من الشابتر التانية أو لفتشر التانية برضو بيكمل نفس الكونسيبت بس عشان نتكلم على الصفتوير بتاعي دكتور ممكن بس ناخد خمس دقايق قبل ما نبتدي حدرك سمعني حدرك سمعني حدرك سمعني حدرك سمعني حدرك سمعني دكتور كنت بقول لحدرك بس ناخد بريك خمس دقايق قبل من كم من عشان نعرف بس نيفهم خمس دقايق بسي ساعة 2 نخلل ساعة 2 أوكي يال سامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 شكرا